طيب سعيد بيه في البداية خليني نبدأ كده أعرف مسيادتك تقييمك ورؤيتك من خلال مشاهدتك الوضع الحقيقي في مصر وحالاته خلال السنوات العشر الأخيرة السنوات العشر الأخيرة يعني تقريبا من خلينا التسعة الأخيرة من 2011 التسعة الأخيرة عشان نكون اعتبار أنه لغاية 2010 كانت الأمور شبه مستقرة في نظام السياسي وما يحيط به لكن طبعا من 2011 حدثت متغيرات كتير أهمها قيام ثورة 25 يناير وما تلاها من نقدر نطلق عليه صراعات سياسية بين الفرق المختلفة ومحاولة جديدة لخلق نظام جديد نظام سياسي رئيس جديد أحزاب جديدة دستور جديد إلى أخيره مجلس نواب جديد إلى أخيره وطبعا باختصار شديد ما مرت به مصر خلال التجربة ما نقدرش نتحدث عن حقوق الإنسان في دولة غير مستقرة أو دولة الغالب على طابعها الصراعات السياسية والاجتماعية وغيرها من الصراعات لأن حقوق الإنسان هي فكرة تقوم وتنمو وتزدهر في ظل وجود دولة مستقرة دولة لها نظامها السياسي وأركانها التلاتة شعب مستقر وآمن وسلطة سياسية مستقرة تحدد للعلاقة بينها وبين مواطنيها وأرض أيضا مستقرة لا توجد فيها صراعات ولا نزعات على أطرافها أو داخلها لكن ده ما كانش موجود إلى أن قامت ثورة 30 يونيو في محاولة استعادة الدولة المصرية الجديدة وكان عندنا رئيس مؤقت فأيضا كانت الظروف كلها مؤقتة لكن نقدر نتكلم عن حقوق الإنسان في مصر منذ عام 2014 ليه 2014 لأنه نظام سياسي جديد برئيس منتخب انتخاب مباشر من الشعب تلا برلمان في دهاية 2014 أول 2015 حددنا نظامنا السياسي من خلال الدستور جديد كمان صدر في 2014 فهنا نقدر نتناول الشأن الحكوكي